المصدرات والمصدرات 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 والم بدأ الله بإقراء في كتابه يعني أول ما نزل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق فيها مسائل أولا فضل العلم وأنه أسرف مطلوب ثانيا أن العلم إذا اتصل بالإيمان لأنه باسم ربك كان علما نافعا قال الذين أوتوا العلم والإيمان لأن في الوطن أو في الأرض ترى فيه قصناف ثلاثة في هذه المسألة هناك ناس عندهم علم لكن بلا إيمان حتى بلغوا الفضاء جلسوا على سطح القمر لكن علم كافر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون بل اتدارك علمهم لا صلاة لا شهادة لا توحيد بس علم هذا أيضا فيه سلبية ناس عندهم إيمان بلا علم وهم جهلة ولهذا كل هالإستهل الذين علمون والذين يعلمون لا يفقهون ولا يستنبطون ولا حتى يصنعون في الدنيا والصنف العظيم الذين أوتوا العلم والإيمان كلهم فيه تخصص عندك إيمان بالله وعلم في الهندسة علم في الشريعة علم في الطب أنت الأرقام اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم بيّن أعظم فعل له سبحانه وتعالى في قدرته والخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق لا إله إلا الله خلقه سبحانه في الكائنات في الموجودات في الإنسان في النبات في الحيوان حتى فرعون قال فمن ربكما يا موسى شوف السؤال قال أعظم جواب كذا الذي أعطى كل شيء خلقه ذمهده لأنه قال ربي قوي هذا لفظ مشترك قال وانا قوي يقوله فرعون قال ربي عالم قال وانا عالم قال ربي حي قال وانا حي قال الذي أعطى كل شيء خلقه ذمهده قال يقول علماء لكموا لكمة واسكتوا وسكتوا ما بعد تكلم انتقل إلى سؤال آخر يقول انت خلقت يعني انت قبل ما تخلق الخلق مخلوق الكون مخلوق قبل ما يخلق فرعون هذا أعظم جواب قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عليك أجل مخلوق هو الإنسان أكرم مخلوق هو الإنسان ولذلك ما ذكر الله خلق السماء هنا ولا الأرض ولا الشمس ولا البدر ولا البحر خلقك أنت ذكرك أنت أيها الإنسان كرمك حتى سخرت من أجلك القمر من أجلك الشمس من أجلك البحر من أجلك أما ترى نحن كيف سخر لنا الواحد مننا يسوق ألف جمل الواحد مننا يملك آلاف الغنم يذبح منها يركب البحر الواحد مننا يصلع السفينة يأخذ المركبة الفضائية ويصعد بها كل مسخر له كل شيء ولا يستطيع تسخيره من الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم ثم يعادل القراءة يعادل طلب العلم هنا هنا مثلا يقول بعضهم أين يقرأ صلى الله عليه وسلم هو أصلا ما يعرف يقرأ ولا يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك قال يقرأ في الكون الكتاب الكون المفتوح يقول إيه لي يا أبو ماضي وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي أين يقرأ؟ يقرأ في أحرف الصمدانية والوحدانية في الكون في الفضاء في الشمس في القمر المنير في الجدول والغدير يقرأ في الكائنات يقرأ حروف القدرة يقرأ صلى الله عليه وسلم وكان يطالع الكون ويتعبد في غار حرة وفي الليل يخرص صلى الله عليه وسلم ينظر في الكون وفي الكائنات ويتفكر بأبيهم صلى الله عليه وسلم ويتفكر أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الولئة للألباب الذين يذكرون الله قياموا وقعودوا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال الذي علم بالقلم القلم يا لسرف القلم علم به أن يكتب به الإنسان يقول أن أكبر شيء أصل الحضارة والأثر والآثار والعلم وخلد العلوم هو القلم 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 شرفه الله سبحانه وتعالى فإذا حملت القلم وتعلمت يعرف أنك سوف تصل ترى بالقلم والورقة وصل العالم إلى ما وصل إليه الذي علم بالقلم ولذلك جعل الله له سورة نون والقلم وما يسطرون فالله سبحانه وتعالى شرف القلم شرف العلم شرف القلم شرف الكتابة شرف القراءة فاطلبوا العلم علماً كراءةً وكتابة تقبل الله منكم وإلى اللقاء يا قصد رحمة الرحمن بالخير بالخير ترسم تغاريدك غرد مع الناس بالقرآن الله يبارك الله يبارك من قصيدك يصدح لسانك جميل الصوت واللي رسمته من إيدك يبقى لك الخير بعد الموت في كل ذكرى لنا تعيدك تجمع تغاردها للغير تزرع وتجني على قيدك هذاك قلبك يحب الخير بشوقي طابت وعيدك يا قصد رحمة الرحمن بالخير ترسم تغاريدك غرد مع الناس بالقرآن الله يبارك من قصيد غرد مع الناس بالقرآن الله يبارك من قصيدك